وحتى للماضي ساعتين معكم وميمة عياري معي أي بركات في الأعداد محمد زعبار في الإخراج حسين في الإخراج الرقمي كالعادة نحكي كل ما يتعلق بالفن بالاكتواليتي بالإعلام بعد شوية باش نستقبلوا مع بعض ما ضيف عزيز وغاليه وخلينا نقولوا أب التاريخ في تونس عب ستر عميم وبشيكون ضيفنا الساعة اللولى مرحبا بيكم ساعة ثانية عفوا اندخلت بعضها بعد شوية دوك بشيكون حاضر بحضينا مقبل هذا ضيف عزيزة زيدة وغالية برشا وقليلة الظهور وترفني برشا نتكون بحذية نحكي لكم على سهير بن عمارة أهلا وسهلا أهلا أهلا مرحبا يعيشكم بيك كثير يعيشكم منور بيكم صحيح كي قلت قليلة الظهور سهيرة تحبش برشا الظوء متحبش برشا الميكرو متحبش الكاميرا تحبكين التمثيل نحبكين التمثيل صحيح ليه والله يسع غفلت مع بيكسناليتي خاطرينها في الدنيا هكا ممكن حتى أنت encountersني مانيش بنا أنسانا بيتوتي غربي معتها انظري كي過來 كي ما هي بخطوم يعني نعيش كما هكا ووالله ديما جو Bruno Lookaway إليكpers أنتوا خلالك l gh usd اوالله يتوحشوك الناس وهينا والله يبرشا والله هى برشا خاطر معتها في الشرة معتوين ما نخرج ناس كل دي ما تسأل تيوي نكلي وحشنيك تيوي نكشيك ما تظهرش كاها نقول لهم ما نحكي معهم معتوين نفسر لهم كيف كيف خاصتان اليوم كن سهير قدمت برشة أدوار الحقيقة أنا خالي نقول حسب رأيينا الخاص كانت ناشحة نعتبرك من الممثلات الحقيقة اللي ما تتعديش مرور الكرام كي تأدي دور تأديه بإتقان والحقيقة من الممثلات اللي نحبوا نشوفوهم في الأعمال الدرامية والسينما وفي المسرح فما مكتوب قاعديني عاودوه ظهري في قناة الحيوارتونسي أيام اللي حاسد عاودو يومية أمرأة ذيك الوطنية دي ما سبيسياليتي إعادات فرحك الإعادات ولا لي واللهي علش لي علش نقول معناتها بيمكن اللي بالبرشة برشة تقلق ما زي دفا ما جنراشون جديدة يمكن ما خالتوش ولا كبروا معناها ما شفوهمش العمال هذو ما أنا واحدة من الناس مثلا العمال اللي قديمة برشة مثلا ما شفتهيش ما نعرفهيش ساعات كيف يعرضوني على الوطني نكتشفهم ولا نعود نكتشفهم ومعتها ما نراهيش حاجة خايبة ما وقتهيش تولي خايبة وقت اللي تولي أكثر من لازم تولي أكثر من لازم تولي تنجم تكون حكاية تولي ضدك معنا واجهة جندوبة لو جنراش صدقه لو عابد نمثل نجم نيكبر نترتان نعم فلا ما لعندي المسلسيت قادة تتعدى رأي عندها خمسة شن سنة ولا يقول لك زيدة فما أدوار مثلا بينقاو ساين حرقت الممثل تلمو فما إعادتك ما شوف لي حل بي خلينا نقوله في وقت ما ضرت الممثلين ما عادش المخرجين يعطلو معنا خطر تربطت الممثلة بيك بتدور هذيك دونك صعبت عليهم لومور سي سي هذي قد لك وين المذار خطر تولي معانتها فت الاستهلاك من غادي يولي الممثل مستهلك جدا 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 معانتها دونك تولي بالعكس تولي حاجة تضرهم هيش حاجة تنفو قريت تدوينا للممثلة القادرة واجهة جندوبة من حياة برشة قلت برابي ما عادش بما معناه ما عادش تعاودولي ممثلسلاتي عاديو شوي ممثلسلاتي مكسيكي ياراني انا غلقت من وجهي وقريت وقريت غلقت من وجهه يعني انا لحقيقة استمتع كلما يعاودوا ممثلسل نعم للي كيف حتى منحس روحي كيني أول مرة نتفرج علي مش مشكل يعني قلت لك هيكل حكاية دوزاج جراه معانتها ويمكن زيدا كانت ولي في بلاتفورم ولي خيرتوالي معانتها العبدي يمشي ولي كيحب حاجتو بحاجة يمشي يتفرج فيها اما مش معناها كيما قلنا موجهي قاعد يتحرق معانتها يتعاود ساعاتين اراو 3-4 مسلسلات في جورتو بعضهم انا فيهم يتعاودوا معانتها دونك وي انا نتفكر وقتها جيت بحثي عم ناول ذهر لي ولا ولت عم ناول ولت عم ناول يظل لي بوقتها عالمسرحية اهي المسرحية معكم ريم الحمروني الله يرحمها وي نعمها نتفكر وقتها سئلت قلت لك شني اقرب دوري لي قلت لي دوري في يومية امرأة ما زلت اليوم محافظة على نفس الاجابة لي وقتها سئلتني قلت لينيهم المسلسلات اللي انتي قاعدت معتها حبيتهم معانيها وانا رأي وكي نقول حبيتهم مش كان حكاية دور بركة معتها تتربت زيدة بالديناميك لكلها متاع التسوير متاع الممثلين مبعضهم الذكريات 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 ولا نقعنا وشكون في جزء ثاني خسارها مالوغزنها ما كمانيش معناها ووقت المسلسل بخطان معتها في سباق سعيب برشع مع مسلسل نجاح كيف كيف راهو يومية امرأة وانا علش نقول يومية امرأة لانه يمكن هو المسلسل اللي وقتها نسبة التعاطف مع الشخصية كانت كبيرة يسر وشخصية نشحت عند الناس وحبوها برشا واسم الممثلة هو اللي تشد حتى بفتريت المسلسلات اللي قبل الناس تعرفني ماليحة يعطولي في الشرع ماليحة أبختيغ من المسلسل من المسلسل الذك سيسوهير بنعمار فمت دونك تخي غو كونسان للتجربة ذكا دور كنحلو برشا الحقيقة وكمبوزي وفي برشا مراحل خلينا نقول عاشتهم الشخصية خلينا نحكيوه على جديد كنت في مهرجين مالمو العربية كنت عضوة في لجنة التحكيم أحكيلي على الكواليس كيفيجيك الاقتراح بلتو سوهير إذا من ينفسر معناها كيفيش تصير إنو حكيت الاختيارات متعليجين التحكيم وكل شيء هي كيفيش تصير إنك تكون تحطيت في البلاتفورم معناها تكون عندك معتها أفليم رواية طويلة مشيت المهرجانيات سينماية كبيرة وشاركت وكانت مشاركة من وقتها تولي تتسامى تحطيت في البلاتفورم دايقك تحل أنا عمري ما حتي تروحي على اليم بي دي ولا على الألو سيني ولا أوتوماتيكما تتحط في البلاتفورم بيانسور مبعد تولي حكيتك معتها تولي تجربتك وخبرتك واسمك يكونوا زادا حاجة من الحاجات اللي تخليك معناها يخليه تقير المهرجانيات نجم تتوجه لك بالدعوة وبينسور معناها هما كيفي يعملوا يعملوا جوري يلزم تكون تلقى فيها المخرج تلقى فيها الممثل تلقى فيها الكاتب تلقى فيها النقد معتها بشكل كل واحد تكون عنده رؤية وما يتفردش واحد بركة بالرأي متاعو قدر ساعات راهو أحنا دي ما تحكم فينا السنسبلية متاعنا معتها اللي يعجبني أين نجم ما يعجبك شانتي فهمت غادي وين يصير النقاش وين يصير المفاوضات معتها بش زادا ما يتمش ما يتمش معتها ظلم للحد شخص معين وده الفيلم معين داكار دونك اليوم سوير بن عمارة خلينا نقولوا لي أنت في اللجنة كان بحثيك ما المخرجة الفلسطينية ما يعودة كيف كيف نقد دل سنمائي الدكتور محمد البشي هكا البشي همني شغالت المخرجة الإمارتية نهل الفهد التفاهم كيفش كان مع مقيد سهولة المخرجة السنمائية خيري بشارة خيري بشارة هو كن رئيس لاجلت التحكيم كيفش لقيت روحك معاهم سوير نجم تقنحهم فما صار نقاشات انتي كنت عندك رأيك وحدك وقيتهم هما ضدك الكل وحاولت تقنحهم صار هذا في الكواليس بتبيع معتها ما لحقيقة معتها أغزمان اللي ما هوش في إطار عرك ولا معتها ساعة ترى وتسير من مرة هذي بالحق معتها البخيس كنا متفقيد معتها الفليم اللي تقدمت كانت مميزة جدا 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 أنا فليم رأي اللي في السيليكشون أوفيسيال سنة من أحسن لفليم اللي تخدمت في العالم العربي واللي كانت حاضرة زيدا في مهرجينة كبيرة معتها كما فينيز وكان وفما لي ميخو السيزار وفما لي كان نومينيل لزوسكار دونك معتها فليم كانت جدا ممتازة دونك الاختيار يكون أصعب بحك الاختيار يكون أصعب وممتن زيدا المتميز يكون متميز معتها ما فيهش معتها إذا كان أداة تعمو مثلة كان ظاهر السيناريو كان ظاهر الإخراج كان ظاهر الفيلم اللي معتها خذيه لقران بخي زيدا كان ظاهر لأنه فيلم كمام كيف تشوفوا إذا يسمو كاذب قبيض يدهشك معنا معتها كتشوفوا أول مرة تقول ان دي غير شوفت حاجة أول مرة معتها تصير لك الدهشة هذيك دونك فما برشة معتها فليم كان تيسر ممتازة دونك ذيك بالعكس حاجة تفرحنا عليش خاطر واحد كده يتفرج موش فيدد يبدأ عامل جاوي يبدأ عامل جاوي يبدأ عاملتي في شوف فيما تشيغ معتها قوية تتحلل وتتناقش خلال خلالات وراحة حاجة ما تفرحنا عليها 橋� consequي وولهما تفادي يتواجم بين الأفكار والآرة كلهم خبرة معناتها كل حد في اختصاص وكل حد وتجربته وحتى في العمار كانت تفمّا معتها معتها نقاشات جدا ثريا كنت في مهرجين أسوان للمرأة العربية في دورة 4 2020 كنت في مهرجين زادة دار البيضاء 2019 وقبلها زادة حتى هنا في تونسي ثلاثة والاربع مرات منهم أيام قارتاج جسيمة أيام قارتاج جسيمة ما هي الإضافة للممثلة أنها تكون عضوة في لجنة التحكيم نحن في تونس مثلا سوهير من عش توافقني واللي ديما تصير مشاكل بخصوص لجان التحكيم ديما الممثلين يكونوا مشراضين المخرجين زادة كيف كيف دونك تعمل حساسيات مع زملائك خلينا نقول سيخطو في حكاية المسلسلة تعرم ذا وأنا معتها من آخر مرة قررت أني معتش بش نعمل كان يعيتولي معتها ما نمشيش لحقيقة معناها بخصوص مسلسلة رمضان على خاطر يلزمك تكون زادة اللي يكون مشارك ولا محطوط اسم ويلزم تكون زادة عندو اللي مش رحة بتصادر من وزادة عادي عالاخر كما تاخو كما ما تاخوش أنا بدي وقت اللي كنت ما تمثلت وتحتيت في المسابقات هذو عادي معناها ما هج حاجة أنا لي بش تقلقني ولا بش تقف علي أحياتي ولا بش نننان اتيح عليها العرك والمشيكل محنا المشيكل والعرك والسابين والدسبيسيالي تيرا وأنا كل رمضان سوخطو تواكي تبدأ في رايش تتفرج ناند أقولش به مصابينكم بالحق هو أحنا يمكننا الفكرة عند بعض الممثلين ليقبلوش النقد سويل ليقبلوش شكون ينقضهم ليقبلوش شكون يقول لك من قبلش ممثل ينقض ممثل مثلاً الكلمة ذي قالوا ظافر العبدين يقول لك ظافر أنا من قبلش ممثل ينقض ممثل بخيتو زمالي وهذا ما يصيرش مثلاً في مصر الحقيقة أي؟ صحيحاً الحقيقة أي؟ الحقيقة أي؟ معتها شوف توحكينا أحنا على جوري معتها الأمور تتحكي في سيخك المسكر وكل شيء أنا مثلاً عمري ما نتكلم أمواكب معتها حاجة تعجبني حاجة تعجبني نرجو منها بتستاتيو قبلها ذي يا زيدا خطر حتى الحكاية هذه توثير حساسيات ترسيلك تقول أنت بش تجيم لونا ما نكره مجيملة في الدم دونك شوالي تقول لي يطلب رأي يقول ليش قولك بيني وبينو تيتا تيتا نقول أما بش نحكي في غاديو ولا بش نتكلم لي وما نجيش معتها سوخطولي أنا نعرف على الأخر الظروف اللي يسوروا فيها نعرف كفيش قاعدين يخدموا تواء نعرف قاديش صعبتها وراو بش تصور بش تعمل فيلم ولا بش تصور مسلسل معناها حاجة بخيس ككل إعجاز فيق الوقت دونك ما عطا فاما بارشا مشكل وإشكاليات أنا ولو يظهروا لي أبتال رأيه ولنجم يخرج تواء يعمل ويخدم ويكمل ويوصل حاجة ولو تظهر لي كل حاجة معجزة معناها بالحق خطر أنا خلطت على أو موعة أنا خلطت خدمت قبل ونعرف نعرف الفرق بين تواء مع تقبل وتواء كيفاش ولد تبدل تيسر وصعب تيسر وهذا يمكن اللي خلا فما بارشا إقراء قاعدة تخرج سيختوم الناس اللي ما هيش قاعدة تخدم وهذا مش حاجة سعين ما هيش حاجة بيه أحنا ما نش بارشا رانا واليوم تخدم انتي غدوة نخدمينها بعد غدوة يخدم غيرك وكل حد يخو وقته وكل حد عنده فترة معينة ينجم يطلع فيها ويجب واحد يقبل توتة ديناميك عادي على الأخر وما يدخلش في كل الثل بنراه معناها ما جاني بارشا ما جاني نحسو كأنه معانتها عبدي سافي في حسب بيته شخصية والعوند وهو أقلق يحب معتها يفرته على غيره معانتها ليلي أنتي كيفش تتعامل مع الغياب أنتي اليوم عندك سنويت غايبة سوهير بن عمارة عن الأعمال الدرامية في رمضان كيفش تتعامل معها؟ غايبة في تونس وعمري ما معتها في اللعويم اللي ما ظهرتش فيهم كان عندي تجارب أخرى مثلا في 2010 مشيت في البحرين صورت مسلسلة في 2019 صورت مماليك النار مش كيمة تونس مش كيمة تونس النكهة بتاع أنك تكون موجودة شي رمضان في تونس مش كيف كيفزيد عندك معاوية ذهلي حتى مع طرق العريين هكا والمزير ما تعرفش صورت وعلى عامل الأخرانين ما تصورنا في السيف وقتها صيف عاملية ولو صيف اللي قبلوا وشاركت فيه بدور هند بنتو عطبة ومزال متعديش على حسب علمي معنتها اللي المسلسل مزال في البوست بروديكسون خطر عندهم برشة تصميم معارك وبرشة ديزيفي سبيشو اللي يخذيوا برشة وقت وحسب ما في بيلي آخر معلومة عندي اللي هو مزال في البوست بروديكسون ويمكن يتعدى في الأشغرات جايين أشغرات جايين مش في رمضان 2025 يمكن يكون أخ سيزون منعرش راني بالحق معنتها هذي آخر معلومة عندي وزد الموضوع حسيس برشة نتجاوزو قلت لك أنك همتاع أنك تكون موجودة في رمضان في عمل تونسي مش كما أنك تكون موجودة في عمل عربي صحيح هذا ولا غالط؟ بطبيعة سيختولينا بنت تونس أنا من الفنانات ولا من الفنانيين اللي يختاروا أنهم يعيشوا في تونس ويقعدوا في تونس معنطا دونك ومهيش نادم دين نتفكر حواري نويك ما ينيش نادم لا لا ما نيش نادم معلش بش نندم قلت لإن شاء الله ما نندمش وقتها نتفكر قلت لإن شاء الله بركة ما يندمونيش اللي إحنا قعدت في تونس قلتها وقتها نيا مستحيل نقول لك أما أنا لتاو ما ندمتش خيميا خيميا لتاو ما ندمتش وعليش بش نندم على خاطر إنام معناها عطاتني تونس ما خدمت مع أحسن المخرجين في تونس نوعت التجارة بمتاعي بين التلفزة وبين التينيما وبين المسرح ومزيل عندي ما نقدم معتها ما أنا ما نحب شراء ولا نقيس على توا ولا معتها على اليوم وغدوة وبعض غدوة زادة فما 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 المستقبل وإنتي شنو تختار روحك وإنتي شنو تحب روحك معني ونقول ديما وعليش ديما متمينة أنا نقول ديما راهو كي تعرف ما نش نخدم أنا أنا نعم في حاجة نحبها يسر نعمل فيها بشغف نعمل فيها بحب وعمري ما بخلت عليها بحطة شي نحرق من روحي بش نعطي الشخصية وديما نعرف زادة اللي وقت اللي تكون تخمم هاكيا ديما راهو في الأخر اللي غيكولت بش تكون بيها أكوخ تغم أموين تغم إيالان تغم كي تقيس على على كاريير معني هتعذرة قديش من عام ودي تحسب تحسب قديش خدمت وشنو عملت أنا من ناس اللي جريدفل على الأخر نقول حمدول 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 ما تحسش أنه اليوم بلاستك ما زالت موجودة في الأعمال الدرامية كي تتفرج في الأعمال الدرامية المصرية تشوف روحك ما جوبتنيش أنت سوهير كي تغيب خليني نفهم أنا سوهير بنعمارة كي تغيب ومهيش موجودة في الأعمال الرمضانية عام وراء عام في تونس شنو الإحساس اللي كون موجود عندها هل أنت راضيكي ما تحكي وما يقلقكش ولك كي تتفرج فم بعض الممثلين يجيون يقولون ينتفرج ونقول ما صب جيد في كل عمل لذيك ولا في المسلسل لذيك ما بيانسور وقت اللي تتفرج في عمل تشوف معناها التصوير وتشوف الأديت على الممثلين وتشوف الحوار وتشوف الكونسروكشون بتع السيناريو وتشوف قديش الخدمة صحيحة ومشيها صحيحة وما فميش تخليط على بعض ومعناها الكل هما تلقاهم ممثلين كنفيرمي ومن أعلى تراز وكل تقول هذي ديناميك صحيحة أنا بلوتون نتأسف خاطر كنا بتتخ في ديناميك صحيحة فيها شوية خوار وواحد كان ينجم يتصلح ويتبني عليه ولات الديناميك غالطة فمت ما انتهى غاديك لمصر ما وخاطر استخ سيستام رايسينا عمانيش كيف كيف ومن تقرنوش ما احنا كنا على أقل من ناحية كيف شو نقوله قيمة العمل كانت معناها دفن منك معناها سوهير انتي ضد انو يكون فمال في الكاست ديزاستغرام ولا ديزا انفليونسور تحب ممثلين يكونوا عملي المسرح ولي دي الدومين بتبع بتبع عليش على خطر هذي أنا معتاك نرام نروحي انتوكا انتوكا على خمسة على عشرين سنين نعرف رحدي مشيتها وقريتها وتكونت وعديت أعوام معناها وسنوات وساعات نخدم على الشي هذي ولليوم وغضوة وبعض غضوة خطرين معناها ما نقفش ديما معناها نحاول ديما اني نطور نطور اليتي نطور نطور ذاتي نطور نطور الاسكيلز متاعي اللي نعرفهم بتدخنها ريخ الرام نجموا يصلحوا في دور معناتا نقول وموانا القاروحي حاضرة بدني سوتي معناتا الالات اللي نعزف عليهم منا كممثلة دونت معناتا راه وموش جس مد وجهك وقول النصر ومعناتا رايس خدمة بالحق عندها وصصها للميا وعندها أخلاقيتها على خطر انك تكون فنين راهي مسؤولية زيدة فامت انفر الناس اللي تتفرج فيك انفر الشعب متاعك وانفر بلادك زيدة خطر رحنا ماذا بينا نرتقي بالناس نرتقي بالذوق ماذا بينا معناها نحطوا لعبة قدام مريتهم ناكسوا ناكسوا القضايا متاعنا ناكسوا همومنا مشاكلنا نعبروا على الناس اللي ما عندها صوت نعطي تصوير بي المرأة نهاريخ طفلة صغيرة معناها تتميزي على القرية وعلى علم مشاكل حاجات أخرى ممثلين يرون الفن رسالة مش نجومية اكاهاو با دوتو هذا الفرق حتى نجم راه وقتر نجم يزم يكون عنده سكيلز يزم تكون عنده موهبة كوارجي كي السباح كي ما في وحد يكون عالم معناها عمل شخش كبير نجم شهر نجم مشهور تفقص عظمتين على راسك تولي مشهور غدو علي غزو سوش تمشي تشري عركة وتفضح عرض عبد ولا تسب ولا تواحد ولا تخرج الفاظ خائبة وكل غدو تولي مشهور أسهل حاجة أنك تولي مشهور أما أنك تكون نجم أنك تكون فنين حقيقي هذا سعيب وما تسنوش منهم بارش زيد ما عندك ش معنى ما عندك ش منهم ألف عندك شوية وانتي مكش من عشيق النجومية أنا طو مثلا كي نحط اسم شهرة شهرة راي شهرة أو الأغزر أغزر سوسو سوسو حط سوهير بن عمارة سوسو سوسو الممثل التونسي توقف نجوميتو على محابة الجمهور هذي العربي ليس من طموحي والمسرح علمني الكثير أي طنفسر لك علش قلتو هذي خطر يمكن تعملوا مع مصريين ولا في مهرجانات ولا في حاجة كيف نحك ودي مكس سؤال علش انتي ممشيت شو ما عمل شو ما كل شي وانا وقت نحكي نحكي على وقت نحكي مثلا على تونس نقول في تونس معنى السناعة معنى السناعة السناعة مربوطة بالكبر البلاد مصر فيها سناعة على خاطر المواطنين في مصر رهم برشا 120 ألف مليون مليون مصري موجودة في الهند وموجودة في أمريكا في اللي معناها فاما برشا نيس غادي كدونك فاما برشا متابعين وفاما برشا قاعات وهذا اللي خلي فاما ديناميكا متاسيناعة معنى وتصنع بالحق وتصنع النجوم غادي كمانت رأي أول ديعتهم حتى اشتر بعو عبد عندو حتى الطرف موهبة هكية الناس الكل تميز عليه ودز وبيش طلعو احنا هيدا معانيا شراء احنا يمكن عندو عنا العكسر احنا نحب نقزم وتقول انتي نكسر والله العدي مانت انتو كامو لحظاتي اينا وريي اينا معنى انحس اللي فاما عاد عيدة للذكي ولموهبة معنى نطلعو اكثر نشوف فيه معنى هذا حتى في الإعلم ريالما معنى هنهتما اللي يظهرو هم معتا أصحاب الفضاء والعرك والمعروك ويتفارج عليهم يعمل ويعمل ويعمل كبير وكومنتارات وساعد بعض البرامج يقول لك انا كي شعب ولا الجمهور عاوز كده مش صحيح ما فاماش نسب مشاهدة قد لسيت بورنوغرافيك ها ما عندهم برشا نسب مشاهدة عادي عالاخر عبدي يحب دي ما كي يتفرج فاما كتام تناس نيس اللي هو موجود في البشر عادي يتفرج ويحبوه وكل شاي ما تأميم اوفان دلوي ما فاماش غزبي ما فاماش حاجة قيمة موضافة وكي تقرأ تعليق فاماش تعليق معا معا وعي كبير معا حدت حدت تكون حكاية مذرة ياسر معناها مذرة برشا برشا وانتغم وتقلق ما نعرفش سوهير دي ما يحطونا مع الإعلام المصري أنتي مشيت لمصر وشوفت حتى الجمهور المصري كيف يتعامل مع فنانيهم ونجوم هم يقولوا ما نش بنعطي أسمي مثلا أنا فناني عربية توانسة موجودين في مصر حكيت مرة مع ممثلة تونسية نحب برشا وسيغموك بشتسمع الحكاية ذات تعرف روحها قاتلي يومين ماراني هناك نجي نحكي في تونس هناك نقرأ لكومنتير نلقى أولاد بلادي يسبوني وكين نمشي لمصر نحضر في برامج أو في انتغ نقل التعليق الكل من مصريين ومن عرب كلهم شكر ومدحوا مع تونس في المقابل في تونس لي على خطر سار تكتا عود ساعات راه وتوا مع انت مين بايحل معنا تبدأ فهما الانترفيو محتوط ان ليني وكل شي مين بايحل على باج نحكي مين بايحل الانترفيو يقرأ تيتر بار اكزامبل يدخل يقعد يس با هكيك 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 لا تحلى دازو وساعات الفامة دوت خباج يقتضب كلام يخرجوه من سياق ويهبتو جس بايحل يعملو كل الكل في بولدناج فميش ما حادي سب بايحل بايحل تتخل تسب وهو كزام زام اكشوف قديش عندي من كليك على الحكاية شوف قديش عندي من وشوف عندي من كومنت هما شنو من داخل ما فم حد شي هذي هذي حاجة هما ما كيف نقول دام مغجا سارت دام مغجا سارت وفما ناس قاعدة تخدم راه محترمة ومحلي هزيدة وقاعدين ما يحاول إن هما يكون هما الفرق في وسط المشهد هذي الكل أنا شنو نقول العبد اللي عنده في مخو وعلي ومثقف وطاقه إنسان متربي ما يخوش ويدخل على فيسبوك وغغم وين يكتب كومنتر دون كذلك عليه يشتق العبيد الخايبة والعبيد اللي يمكن عنده في قلوبها مرض هما يدخلوا يكتبوا معبد متزن مستحيل وقت يدخل يكتب كومنتر ولا بشير خايب طاغي أكثر مالباهي معتها وا هإن أقول تو تتبدل تو تتبدل معتها خطر لغزو السوسيو هذو ما كارثة كبيرة راه معتها فيهالحاجات البيه متاحة ما شوية بكل شوية 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 والخايب متاحة أكثر انت كيف تتعامل مع على السوشيال ميديا مع مواقع تواصل الاجتماعي. اليوم الفنين أبليجي علي بحكم التطور وبحكم الوقت الفنين يجب أن يكون لديه فان بيز وعنده ديزابوني ودي فولوورز على انستغرام على تيك توك على فيسبوك سوهير بنعماركي كيف تتعامل مع العالم هذا الافتراضي؟ مع العالم الافتراضي نتعامل معه بحذر شديد جدا جدا جدا. لحقيقة نخاف على السغفو متاعي. نحاول ديما نتحكم في الوقت اللي نقعد فيه على غيزو سوسيو نرد بيلي على الخر مع انتا في شنو نهبط و شنو نهبط و شنو نعمل أنا مانيش انستغرام أس بار إكزامبل أنا مع انتا اللي عندي على انستغرام تتسمى باز أورغانيك جاي ويطبعوا في سوهير الممثلة. لا يجبتهم بالفضايا ولا يجبتهم بالحرك. جايوني خاطر يحبوا سوهير بنعمارة ووراني يفهم ناس معناها وليد صحاب معاهم في الدنيا وفهم عبيد نتحاور معاهم ونحكي معاهم ونسيسر محليها أنا ذوكم يكفيوني ويكفيوني ويززيوني مع انتا ما حشتيش بكثر منها قال له دل قال له قال له دلل وليه ونجموا يتغشوا علي كان أنا نبدل ساعات رام يجيوا ما ونسمحهم راني وكل شاي ونحب نسلم عليهم كل ساعة. سلم عليهم سبعة مليا وثمانية وعشرين ألف مطاب. كلهم ذوكم نسلم عليهم فردا فردا وزيدا. ونقول سامحني للناس اللي ما ننجمش نجاوبهم خاطر خدمة راي. معنا نعدي حياتي الكل وما نخلطش نكمل نجاوب على المساجرات الكاد. دونك 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 ونحاوليني ديما نقدم حاجة تشبه لي. في العالم متاعي أنا بتاع الممثلة تاع الفنانة متاع الإنسان. نجم تكون واجهة إعلاني ولكن الحاجة أنت تكون مقتنعة بيها. ولي طا عملت معهم في الإعلانات الكلهم يحبوا خاطري. يقولوا لي اوتانتيك ما تحسش فما كذب بمعنى. لاني نزيف في واقعة متاعي ولاني نزيف في حياتي ولاني نزين فيها. وليس كما لي. لا 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 أحبت سعافة ريالز من الأفضل من مشتابل بيها. ولا أحبت ريالز البادل. سعاد ديما ينطررأت ديما black. یہ شخص الاكترس المتعي ليس بالمش في النارة. فيها ستقاب ودنيا أو درشنان إن هاتي جدا. لكني تشخص الاكترسين. وهناك شيخ حقا كذب. وحاولة حكا كذب وأكترس الإنتكار. في حياتي الرجاجين في اجترق أعي الشيخصة تهمني. معنى ما عندي حط شاي زايدة معتال الحقيقة جسوي كزانيخ جسوي كزانيخ لا نخرج نسهر ولا عندي تلقاني في السبور يا ساعات نعمل إيكيتاسيون يا نعمل تونجو يا هذو كمم اللي فما اينا نعمل فيه اينا راني نحط فيه بكل صدق ضد انك تداول حياتك الخاصة الشخصية مع الاعلام مع الناس مثلا في مصر الدنيا شنو الترند اليوم خليتها ياسمين عبد العزيز تخرج ليه ياسمين عبد العزيز وطليقة من احمد العوضي دونك انتغفيو كنتفرج على سعاد يونس صاحبت السعادة يعني خلينا نقولوا سبعين بالمئة من الحوار على حياتها الخاصة وحياتها الشخصية مع بنتها ياسمين مع زوجها السابق أحمد العوضي علاقتها وأكثر يمكن الفيديوهات متداولة هي حكايتها مع أحمد العوضي ترى هذا معناها صحيح ولا غالط حسب وجهة نظرك سوهير أختيار إنتي وش نوعها تختار مع النطا وكي تختار يلزم تقبل زيدة اللا كيف شنقوله الفاسة الأخرى مع أنت راه وقت لتكسبوزي حياتك للنس ودخل حياتك فيها في الحكايات لأنتي لازم تقبل وقت لي ناس لكل ينجموا معنة يتقوم حد خشومات تحط حماتهم ويسبوك ويعطي بكراهم ويجب تقبلها زيدة وفما لي ليه معناها مثلا نرى هند سابري ليسر نحبها معناها ياسر يسر نحبها ونحبها كيفاش معنتها تتعامل مع الحاجات هذوكم عندها حياتها الخاصة على جنب تحكي على خدمتها تحكي على مشاريعها تحكي على مازلت تحبت تيك توك مع بنتها كي كبرت اي اما اسك تحكي لك في خرمتها مع انت متحكيش معناها كل حدو كيفاش يرا حياتو فمع بيت تحب تحمي حياتها الخاصة وتقول لك انها ريخر حتى كي صغاري يكبرو هما يختارو انهم يتحطوا معنا كان يحبوا يظورو هما يختارو فهمت مش وهم معنا ما زلوا ما يعرفوش انه اوسي هستحب بين هاذا و هاذا اختار بين هاذا و هاذا نختار حياتي على جنب معنتها تعرض هيش للناس لي لانحبش وفي الاعلام كيف كيف تسكر ولا عندك حدود لي نجم فم بلش حاجة اذا كان ใه تنجم تنفع انسان اخر نجم يستخدم고 إيضانفكاس يقول والله نعيش في نفس الحكاية ويمكن أنا مثلاً خرجت منها الحكاية هذيك يمكن معتها نجم نكون نسوخ نعاون إذا كان في المنطق هذي عادي معناتها نحن نخدمه في الإنساني نحكيه على الإنسان عادي على الأخر إذا كانت تقعد في الإطار الإنساني ركزت في كلمة قلت لي أنا بيت وتي ما نحبش لخروج ولا نخرج ولا ندخل لحد شيء شنو هل أنت بطبعك بيت وتي ولا يمكن اليوم اللي كنا نحكيه فيه البر فمباشر خلينا نكون واضحي اليوم معاتش هو إنسان عادي خلينا ما نحكيهش حتى إنسان معروف وشخصية عامة ولا يتقلق يخرج اليوم بحكم أنه تليفون الديمة مهزوزة بختوه معناية تلقى حتى عبد على نيتو يحبي يصور الامبيانس وشخص عادي ما نحكيهش على شخصية معروفة أو فنينة أو فنين تلقاه مصدر في ستوري ولا تلقاه مصدر في ريل شكو نقالك أين نحب وجهي موجود في الستوري متاعك استعرفني لأينما نخرجت ولا تخلت ولا قادم عفلين وفلتين اليوم موليت كينها الحرية محدودة حريتك تمست هذي عادي إذا كان وليت معانتها شخصية معروفة ونستعرفها وكل شيء هذي حاجة نجم تتعرض لها رأة تولي وقتها أنت وحدك وحدك تولي ترد بي لك سي فريمانتها ينبع من حريتك باش تتسلب ما هتا معاش نجم تكون في بلاسة تنجم تكون معانتها سان بورسان منطلق وسان بورسان توامام معانتها تولي معانتها ترتبالك وكهاو معانتها ترتبالك ترتبالك تتعرش عليها خاتر تتعرش معانتها أنا لحقيقة ما ربي من المنبر وطالب الناس اللي يصوروا بالتاليفونات حاولوا معاش تصوروا الناس بالحق والله أنا نبدأ حتى كي نحب نصور حاجة ما نحاول أني الوجوه ما تكونش مكشوفة ما نحكيش لا على فنين ولا فنينة خلي الناس عيش حياتك كل شيء إكسبوزي على انستغرام إكسبوزي على تيك توك إكسبوزي على فيسبوك ما نيقل المصري اللي يشتري يتفرج هيا بش نهزك من انستغرام تيك توك عندك معاه ولا لي جملة والله حليت تيك توك قلت بربي أنا ماني عندي الفضول يسر نحب نفهم معاها كيكة خلقتها كيكة قلت يا سيدة هتنعمل تيك توك ونشوف شنور حكايته هذي لحقيقة لي حليت تيك توك يضحك تيك توك متاعي كانت تدخلت تشوفت تقول مثلا ممتي في فيسبوك ولا فهمت معاها حاجة لي نهاء كيسر بحلي ما نشوف معاها واحد والمحتوي متاعه يسر معاها مختر نشوف فيه مختر 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 اليوم فما بلدين تطالب بإغلاق تيك توك يقولك اليوم تسبب في برشة مشاكل نفسية بالنسبة للصغيرات كيف كيف ما فيهش رقابة مثلا لو نعطيك فكرة في الصين فما رقابة على تيك توك هو تيك توك راو يناب لك أبليكاسيون شينواز أصلها صينية غادي في الصين مطلقة كين الصينيين فما قوانين مضبوطة ممنوع انك تواري صغير ولا تلبس لبسة مخلة فما قوانين سنو يسكروا لك الكونتر هوني لي ما فهميش قوانين الي نشوف فيه لي سي لفولي توتال معنا خطر شو الي زيد على غزول أخرين زيد الفلوس مش في علاقة بالمستشهر معنا خطر انستغرام ولا فيسبوك في علاقة بالمستشهر ما انت ماركة جيت تتعامل معاك ولا على تيك توك تيك توك هو لي خلصك دونك الناس دخلت فيه بي يعملوا كل شي بشي بشي يربحوا الفلوس يعملوا كل شي ريت حاجة تراهو مقزة مش أبار ما انتال بلانشي من دارجون البيدوفيلي تيجارة بالبشر مش مقوش كلام اخر لذوك ما كل يحطوا ما نعش شي تسمى ذيك اللي يبدأ منا ومنا مواجهة كل مواجهة اللي يعملوها الكليم اللي تقال والانحيطات اللي تسمعوا معناتها معناتها شي قزز كان عندك صغار سوهير تمنع عليهم منهم يدخلوا في عمر معين المواقع التواصل الاجتماعي اللي صنعوهم اللي غيزوا سوسيوهم محرمينهم على صغارهم هما محرمينهم على ربهم هما بيدوا ما يستعملوهم خطر يعرفوا الخطورة متاحهم مش نايا بالضبط يقريوا في صغارهم في كتب غالية برشا ما فيهش حتى تابليت على خطر السيرفو السيرفو يتطور راهو بالمهارات باستعمال يديك بالقراية بعينيك بالكتيبة بالألعاب اللي تخليك تفكر بالشترنج بالسبوغ بالموزيكا هاو بايش يتطور السيرفو الاخر من يردك كان حاجة مسخ مش العكس دونك هوا ما يعرفوش شي هذي ومحرمينوا على صغارهم ولا عائلتهم ويستعملوا ضدك مالغوز ما مكملين معك سهير بن عمارة مازلنا بش نحكيه في برش حاجة أخرى نخرج وفاصل لصغير وراجعين مكملين حوارنا مع الممثلة مازلين ببرش سهير بن عمارة راجعين سباح الخير تونس سهير بن عمارة سهير مرحب بيك مرة أخرى بش نرابو مع بعضنا لعبة هكا بش نحكيه وين ويك أمور هكا عميقة جدا 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 نحب كل الأعميق نختصاص راس في الأعميق نغوصه في نفسية سهير بن عمارة نمشي الكويز تفضل الله محمد سهير بن عمارة لو نخيروك من راحتك النفسية تكون زين تخنكيل عايشة ما عندك حتى مشكلة وبين طموحك توصل اللي تحب عليه مشنو تختار نجوش تختار الزو نجوش تختار نحب الزي ماذا بي نعمل في اليوغا نعمل مفاهم الكل ما زيدا إنسان ما غير طموح ومن غير هدف نتصور لحياة تولي ما استبرشة لحقيقة أنا إنسانا نحب المغامرة هو اختياري للمهنة هذا في حد ذاته المغامرة ونحب لتشالنج ونحب الصعوبات ونحب الحاجة تذي كمان نحب الأدرنالي نحب الأدرنالي ما نحس روحي وخاتر بالرسمي نتعلموا من التجربة نتعلموا من الإشاك نتعلموا من اللقاءات نتعلموا من الآخر دونك بلتو نختار نوصل للي نحب عليه ساعات الإنسان نتصيروا خيبة أمل لها كبرشة ودسيبسيون ويحس روحوا يكينوا بزادموا على جبل بقدومة يبدأ تيعد برشة شنية تعمل سوهير بن عمارة بشي تشارجي روحي منولوجديد بشي تشارجي روحي منولوجديد تقيقوا الاستراحة المحاربة العزلة تقعد واحد العزلة العزلة نسمحها برشة منحب نرى حد ومنحب نشوف حتى حد ونحب نقعد واحد العزلة يجب معتها تقول أنت مثلا خدمت برشة وتحركت تيسر وكل شي وعندي ما هكرا اللي ماشي في المخي عندي كل خزينة فهمت الخزينة ذيك تدخل بعضها وتولي نونك يجبني نخو وقت نعود ننظم الخزينة هذيك نعود ننظم الأولويات ويمكن زيدا زيدا نعملها في أحضان الطبيعة خطر زيدا من الحاجات يسري للطحون وكها أنت دجا كتبت قلتين عمثابية هكا نهار نمشي في فير ما حاجة هكا نبدأ وحد هكا ماذا بيك هكا حيوانات ومغيز وبقر وعليلش نحب نعيش نحبها العيش هذيك عالاخر معتا نحبها معتا ماذا بيه لو كنت نتاو نسكن في حاجة هكا كمان خلينا نقول الهدوء التام يعني ضوضاء المدينة ما ليه 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 ما ليش جملة 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 أنا أنا ريدوك الاكتباظ وبرش عبيد وكل شي ذيك أنا عندي منو فوبي وطلوح أغغافو بي عندي ما أنت ما نحملش كينو ندخل حتى إيباغ مخشي نلقاهم عبي نخرج بالحق ما تحبش هكا تدفول المدعباد للاسوات هذيك أكلت سكني في مخي مبعد ونوالي نجامش دونك شو بلوس هدوء بلوس بلوس كالم بلوس هذي كمانت قلت اللاو حتى الفزاو التالي فو اللاو حتى الفزاو التالي فو مزون فتق تعم تفرق تفرق طيبك كينك ماذا بيك كنت في عصر هكا سيبقا كين كين تختار تحب تعيش فيها شنية تكون نرجع بين الستينة وسبعين تكون مرا في الستينة مثلا تكون مرا بيت وطي في الدار مكش قارية كيم ما نشوفهم في عمل تمي سوسط راني عمل تمي سوسط مال ماز 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 طالبي حق المرأة وحرية المرأة صدقة حق المرأة وحرية المرأة تونس معنى هل ترافية بالحق قعدة تطبق خطر يعتني بنا المثل نحن في البلدين العربية يعتني بنا المثل أما كي تسمع فما نسي قعدة تقتل معتها في جارها وتشوف وضعية الإخلاصات معتها مرأة تخدم في نفس التاش متعراج لم تخلص شكيف وفما استغلال ساعات معتها سيخطو في الفلاحة وفي قطاعات معينة وقتها تقول مزيل مزيل معتها على مستوى القانوني مزيل برشا حاجات مهمش فعليا كثرة يسر الجرائم معنى الجرائم اللي هي ضد النساء عليش خطر المرأة متنجمش تكون عنيفة متنجمش تكون هو منسوب العنف ضد المرأة تزيد وكي نشوف وإحنا ديما نربط العنف على مرأة خلينا نقولوا بين قوسة تكون جاهلة مرأة بسيطة ما هيش مرأة قارية ما هيش مرأة عندها خلينا نقولوا مكانة راقية ومرموقة في المجتمع لكن ساعات كيتشوف النسب وتشوف شكون النساء اللي قاعدين يعتادوا عليهم تلقاها تبيبة دكتورة أستاذة شنو اللي يخلي مرأة قارية وعندها معنى نتصور برشا أسباب مثبت معناها منهم المجتمع منهم العائلة منهم فما نسر يمتقبل شليشيك نجم شمعت تحمل أنه مثلا حكاية كل حد أسرار كل حد وشنو مخبي معناها في فيدو فما مع تعبيد يدخل في ففا مدو رلاشن تكسيك يبدأ ما ينجر مش يخرج منها ولا ما يعرش كيف تحديد وكل شيء تخاف ولا معناها فما برش أسباب معناها تخلي معناها حاجة هذا ميصير خرجنا من العميقة وحكينا على كليم يجب كليم طبع في العنف يصير بين تلميذ وأستاذ مكانش موجود هذا قبل عنا سوية مكنيش نشوف تلميذ يعني فستاذ بسليح أبيض ولا نعرف شين تلميذ قعدة تستدرج في مدير مدرسة عملت فو بروفيل تصورك ما عندكش أنت ما تتبعش عمت فو بروفيل تستدرج المدير المدرسة متاحة هذا كل ساير في مكتبنا وفي لسياتنا وفي كليجيتنا كيف كيف الكليج شنو الخلل حسب رايك أنت كسوهير بن عمارة الفنينة والمواطنة الخلل في برش مناطق الخلل موجود في العائلة فما أماليز جنرال ذي معتا واضح تدعيات متاع العويم اللي سار والغيز سوسيوسي معنا فما برش عنف عبد قاعد يشتر فيه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم الخلل في العائلة منظومة العائلة معتا قاعدة تنهار معتا شما رقابة متاع الوالدين مع الوالدين وما هم شيحكي ومع صغارهم كما يلزم يمكن النظام التعليمي اللي اللي قاعد معتا يزم يتبدل منهك ومنهك ومتخلف معتا على العصر نقسيم بحوث اجتماعية ونفسية على ريال ماما منهك ومتخبر ماما ايك لذلك ماما لتحلل النفسية وماما التطورات اللي قاعدة تسير ولمباك تمتحها على المجتمع تماما دونك دونك سوص برشا حاجت برشا مشاكل نعطيك انا مثلا كنا نطرح سؤال هذي على مواقع توسل لا شوف هل سو يقول طب شون يقول يقول كل من مسلسلات لكل من المسلسلات اللي فيهم عنف وفيهم حاجات يخليوا الصغار يتأثروا بيهم وحتى حطوا أصابع الاتهيم عبيد راهي معناها عبيد خلينا نقوله عندهم مكانة راهوا ناس مسؤولة مسؤول في الدولة الدخل في ناطق رسمي بمحكمة منستير فريد بنشحا كان مانيش غالطة فريد بنشحا دخل في رفماك وقال بينهم مسلسل يقصد وقته فلوجة يعني حد إصبع الاتهيم على الأعمال درامي فمانيش توافق هيدا الرأي بقولك اليوم مسلسلاتنا قاعدين يفزدوا في الصغيرات وفماني يقولك هنا الأعمال الفني ما تربيش الصغار وما تربيش الناس مانيش شوف احنا مانيش سانسي انا بشنا نجي في بلاستيك انتي ربيلك صغيرك لي فهمت لكن انتي قادر توجهوا راك معتا انتي مش عاجبتك حاجة يا أخي قاطع يخي تتفرجوا بعد تقول تقول دور تسبت ياكم تتفرجوا قاطع ما عشبكش وعشبتكش حاجة قاطع هاو كي ما عملنا تاو مع فلسطين هانا نقاطع في اللوية دونك قاطع ما عشبتكش حاجة قلقتك حاجة قاطع أنا ضد الصنسر وضد أني نرمي الكورة مساء أسهل حاجة أنك تشد ترمي معنتا بلايك على غيرك انتي السبب ليه 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 برا بالحق أقعد بينك وبين روحت معتا كإنسان وكمواطن ويح تقول بين الخوار بالذب هنا ما هو باش تتصلح مو المجتمعات موكن كل واحد يصلح روحه توقي كل واحد يصلح روحه وتوت تصلح الدنيا لكل والبهيرانة لكلنا نعرفه وكلنا نعرفه ما يلزمليش اللوح والكواغت في القاع ومنطيشوش الزبلة مفروطة وكلنا نعرفه اللي ما يلزمش معتا نسبو وكلنا نعرفه كل هذا كل معتا الأخلاقية نعرفوها معنا مالك مش قاعدين نخدمو به يا أخويا ما وفعل فعل فعل أخلاقياتك تو كل شي تصلح يبدأ التصليح يبدأ من ذاتك العزيزة الغالية إلى معتها تمشي وتتسرب معتها في المجتمع ونتفقون وليونس كل ما التفقين وحبك للوطن متاعك يبدأ أنك ما تلوحش في الشارع أنك تحترم غيرك تحترم إشارات المرور تحترم معتها الأولويات تحترم الصف في الإدارات من غادي تبدأ معنى المواطنة فهمت باقينا ما عجبتكش حاجقة تعطى وقت المسؤول على حكاية دي كي يقولك تيان خرجع روحي أنا بيدي بتتختار نحكي في موضوع آخر ولا نحكي في الموضوع بتتخل أطرمه نرجع للعميق نرجع للعميق حياتي جميلة ولك حياتي جميلة ولك تمل للفراغ تم قصوها السفر نحب نسيفر برشا قد يسيفرت من بليه برشا لي مشيت معناها أغزمان علشنا قتلك راني ممتنة للخدمة اللي نخدم فيها خاتر معانتها من حاجات الحال بيه مستفر لزمو الميل أسفر يزمو الكثير من الميل وليزمنا الفيزاويت لإحنا معتا باسبورنا طيعة بتاع برشا دونك دونك وي أنا نحب يسير السفر ماذا بي نعيش أكيكا معتا البريود اللي ما نخدمش فيها ماذا بيها راني ملوحة في بلاد نكتشف فيها ونعرف شني البلاد اللي تحب تمشي لها طب يمكن إيسيا ماذا بي نعمل دورة غادي فما لرجنتين زيدة لامريك لاتين البولنور ما برشا فرع حاجاتها كماذا بي تكتشف نكتشف نكتشف الفقافات أخرى هذي الشخصية أتعبتني تعبتني واستنزفتني وخذيت مني برشا وعاشت معايا لفترة شكوني هالشخصية نقوليش يومية امرأة عاد عصدتك هك لي نقوليك وقتش نتاب برشا وكل كيف نتحط في ظروف صعيبة طبالكزامل عاملية والوقت اللي صورت فيهن دابع صعوبة الدور معنى صعوبة الدور ومسؤولية اللي عندي ما انتا بغابور للشخصية صورنا في برشا سخانة فمن مرة صورت التغموماتر كي حطو في القاعة خمسين درجارة بغابور للشخصية ومسؤولية اللي عندي نعم بغابور للشخصية ومسؤولية الدورة يمكن قاعد جمعتين والاكثر تيابا تيابا فزيك ما كيف كاملت كاملت فان اوة ديت ديبو ديس بعد الكانيكو لقوية ديكامي كميم درجات الحرارة قادة تيسر مرتفع بعدها قاعد تيابا 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 معنى يمكن هين دي بنت وعطبة هي هي اللي صحيحة هي منيش غالطة اما شاخت اللي دي ما يعزيني يعزي كيفش يعزيني عطاب بنتاعي وكل شيء هي وقت اللي تدى تخدم في حاجة وانتي الشيخ ويبانوي وفرحة من داخل فمن ناشوة هذي كامحليها عالاخر هذي كي تبدأ ما فاميش نتقلق يس نحبش نحب دي ما نبدأ نحسها السنساسيون هذيك وذيك اللي يقول لك يتخدم الحاجة اللي تحب عمرك ما تحس رحك تخدم جملة واحدة تحس رحك شيخة انتي شيخة انتي شيخة شيخة على الحاجة خاصتك كي تبدأ قدومي ديفا كيفك انت نشكرك برشة سهير بن عمارة مرشي بكو يجيت بحطينا كنا خفيف ضل عليك امشارك امشارك وبالعكس انا بدي ستامتاعت امشارك امشارك مرحبا بك ونشكرك برشة سهير بن عمارة ان شاء الله نشوفك على قريب شيء اعمال اخر فيما اعمال في المستقبل القريب فيما اعمال في المستقبل القريب فما ان شاء الله ما مشتاوه ما سيخت المان بعد السيف بالتوفيق ان شاء الله نحنا نمشي واخبار وراجعين معاكم مع اوستار سباح الخير تونس